وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكين يعتزم إجراء زيارة سادسة للشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في غزة قالت الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكين سيمدد رحلته الخارجية التي بدأها في أوروبا وآسيا منذ الخميس الماضي لتشمل السعودية ومصر بهدف بحث آخر التطورات المتعلقة ووقف اطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين كما سيناقش بلينكين في لقاءة المرتقبة في الرياض والقاهرة كيفية تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع وحكم غزة ما بعد الحارب إضافة إلى الجهود المبذولة لإنهاء جماعة الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وفق بيان الخارجية الأمريكية